نحية طيبة صيفتني عندك جطو عقلتوا عليه وضيفنا اليوم دريس الجطو هالدكالي اللي تزاد في مدينة الجديدة والشعب في 24 مايه 1945 واحد من الكفاءات التي أنجبها هذا الوطن حاصل على ديبلوم دراسة العليا في العلوم الفيزيائية والكيميائية من كلية العلوم بالرباط عنده أيضا ديبلوم في تسيير المؤسسات من معهد كوردوينز كوليج بلندن في مرحلة الشباب ديرو دوزة كلها متنقلا بين كبريات الشركات العالمية الأمر اللي خلا يكتسبوا خبرة ميهنية كبيرة خلاتوا يدخل العالم الأعمال والمشاريع من أوسع الأبواب في 1993 غدي تعين كوزير للتجارة والصناعة عام واحد من بعد غدي يغيروا للحقيبة الوزارية وغدي تقلد حقيبة وزارة التجارة الخارجية في 97 وزير للمالية وفي 2001 غدي يعين الملك محمد السادس على رأس المكتب الشريف للفوصفات وبقى فيه سنة واحدة قبل ما يكون هو رئيس الوزراء أو الوزير الأول في المغرب وبقى فيه حتى سنة 2007 من بعد في سنة 2012 غدي يعين الملك محمد السادس على رأس المجلس الأعلى الحسابات وكان عرفه سلسلة التقارير الشهير التي أسقطت مجموعة من المسؤولين من المناصب ديالهم ووصفة بمهندس الزلزال السياسي وخصوصا التقارير دياله الحسيمة منارة المتوسط الذي ساهم في إسقاط عدد من المسؤولين من المناصب الوزارية ديالهم ومن مجموعة من المناصب في مؤسسات الدولة من بعد نهاية الحقبة دياله في المجلس أعلى الحسابات في 2021 وخلفاته زينب العدوي على رأس هذا المجلس فدريس الجطول مع الأب لأربعة أبناء غدي تفرغ الأسرة دياله المشاريع الخاصة وغدي يبعد على المجال السياسي إذن دريس الجطول حاليا متفرغ لأسرته ولأعماله المهنية